أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ اللسان فقال لمعاذ رضي الله عنه أمسك عليك هذا وأخذ بلسانه فقال معاذ يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ولذا كان يا عباد الله من يحفظ لسانه فلا يستخدمه في حرام ويستخدمه فيما يرضي الرحيم العلام من أهل الجنة دار السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة وإن خير ما يعمل فيه الإنسان اللسان ذكر الله عز وجل